كنا بدأنا في الفيديوهات اللي فاتت نتكلم عن أشياء جنقمدة وعرفنا في الفيديو اللي فات إشارة العمود بتساوي L دي في الشد ولا L دي في الضغط لو مشفتش الفيديو ده هتلاقيه في علامة الآي اللي هتظهر فوق هنا لو افترضنا عندنا قطاع العمود بالشكل ده أبعاد العمود 500x500 وتسليح العمود 12.20 والكنات 0.10 كل 200 مل الكنات عبارة عن كانة خارجية اللي هي الكبيرة دي رقم واحد وكانتين صغيرين جوه رقم اثنين ورقم ثلاثة دلوقتي عايزين نوزع الكنات دي جوه القعدة الغلطة اللي بيقع فيها ناس كتير جدا وأحيانا مكاتب استشارية كبيرة هي انهم بيوزعوا الكنات كلها داخل القعدة بالشكل ده يعني نشاور عليهم كده ونكتب رقم واحد واثنين وثلاثة الصح طبعا طبقا للكود المصري هو ان الكنات الخارجية فقط هي اللي تتوزع داخل الأواعد يعني اللي كان رقم واحد بس هي اللي هتتوزع جوه القعدة وليس كل الكنات لا تنساش تستيرك في القناة ولو عجبك الفيديو لايك وشير ولو عندك اي سئلة سبها اللي تحت في الكومنتات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر